أعزائي المتابعين والمشتركين وأخواني أصحاب الأحواش والمزارعين الحقيقة موضوح اليوم بعض الحلول للحد من سرقة الأغنام والكباش هذه الظاهرة الحمد لله قتكلمنا فيها كم مرة ولكن اليوم نحط بعض الاقتراحات والحلول أنا من عندي لأني أنا لعندي لشبك ولا هبت لأراصي دوش ولا هبت لي لغنمة ولا تيسة ولا نعجة معايا تقاعد الحمد لله قد نعايش فيه ومشي بحالي بدل ما أغضي أقيل أشاقي وعلى عينها أمربح وما هو أنفائدة اللهم سرقة هذه وقلة الحياة وتشأل أشاقي وتشأل أهم وتشأل أغم فيا يا أخي كما قالوا عش تعيش إنك عبد رايح والحقيقة هذه الظاهرة أرى أن بعض الحلول للحد من سرقة الأغنام والكباش على أصحاب الأحواش والمزارعين أنا أرى وأنا قلت لكم ما عندي لشبك ولا عندي لحش ولا عندي غنم أنه لابد من رفع جدران الأحواش والشبوك وكذلك لو تطلب الأمر تركيب كيمرات حول الحوش مرتبطة بجهاز تصوير وتكثيف وتخصيص عمال راعين للأحواش وتعمل كل الاحتياطات اللازمة حتى يخلص الله الناس من شر هذه الظاهرة السيئة بالأمس أمسها بالأمس أحد الأخوان تعرض حوشه لسرقة كباش يعني وكانه في مزرعة ما تقول أنه عادوا راقد في بيته من يدرون شيء إلا يراهن بس أنه للأسف كان بعيد عن الحوش حقه في مزرعة هناك يعني مشغول مع العمال اللي هناك كذا وكان في مزرعته بعيد عن الحوش فيقول اثنين معاهم شاص وقفوا بجنبهم حوش ومادري كيف ما التفت كذلك يتحملوا يتحملوا يجيب منذ الثنين منذ الثلاثة المهم يعني قال لي والله مادري كم شلوا المهم ما أخرج يجي أجري وراهم وأصحق وأطيح وأقوم فين عنده هون شاصي أخي يقول على طول مباشرة كانوا يقولون لهم خلصي التفت كذلك معا تبلغ ويقول أشتغلوا به والله يقول يا معايا حزن وغش صادق يعني كل إحنا لو إحنا في مكانه نستغشي أخي حقك حرام يعني هذا الظلم وحرام هذا السارق إلى هذه الدرجة يعني ضميره ميت إلى هذا الحد يعني ما يخاف الله يأكل حرام والله إنه لا ينبت في جسمه وأنه لا يتحسبه يقول حتى أن يوم القيامة من سارق يأتي على يوم القيامة ولو كان تايسون أيعر يشيله على رقبته أو دبوس أو سارق أي حاجة يجي يوم القيامة يشيله على ظهره هيا ما بالك عندما يكون هذا السارق يعني يجي يعني بسري قتوبك عقب أنه ينفيشل في الدنيا إن شاء الله قبل ما وهذا هي القيامة لا يحسب لا يتحسب هذه سباعة ولا هذه بطولة ولا هذه رجولة ولا هذه من ذلك الرجل الذي يحب أن يأكل حلال ومنبته حلال ومشربه حلال ومأكله حلال وغذيه بالحلال ما هو اللي يعني منبته الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي يأكل حرام ومنبته حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأني يستجاب له يدعي واللي يحصل عنه فليش يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى والله يا أخونا هذا أسفني ولهذا تكلمت في الموضوع هذا لأنه شي لو كان أي واحد منكم سمع شكوى وحالته أين بهذل وعقش لكن ما معانا لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه وأن ينصره وأن يوقع أصحابه إن شاء الله في أعمالهم وشر أفعالهم ولا يكون يعني في مأمن يقولون سرق سرق وغزا غزا وسلم وغزا غزا وسلم وغزا غزا وسلم وغزا غزا قتل وهذا السرق هكذا ما صاره يسرق ويروح حتى يجي له يومه مهما طال الزمن لابد أن تجيبه الأيام وكذلك يحصله في داره وكل شي يعني كما تدينه تدان